خلينا نعرف كده من الأستاذ طارق البرديسي خبيري لعلاقات الدولية مساء الخير يا فن مساء الخير يعني بتتوقع ان احنا رايحين فين في دخول روسيا أوكرونيا يعني فيما يتعلق بروسيا وروسيا يعني اتصور انه فيه فرق كبير جدا ما بين موازين القوة لوجه المقارنة على الاطلاق ولكن فيما يتعلق بفكرة تشجيع اوكرانيا على هذه المواجهة والمقاومة لاضعاف الاقتصاد الروسي اذا هذه هي الاستراتيجية وهذا هو الفخ المفروض المنصوب لفلاديمير بوتين هو اضعافه اقتصاديا لكن بالنسبة للمواجهة العسكرية لا وجهة المقارنة على الاطلاق ما بين القوة وخاصة ان الناتو لن يحارب على الاراضي الاوكرانية ولن يحارب الروس باي شكل طيب النهاردة بوتين كان بيقول انه بينتقد زي ما حياتك بتقول كده الدعم العسكري من حلف الناتو لاوكرانيا لتستمر في الصمود وهو كان بيقول ده تقريبا في اطار انه يعني هي عملية عسكرية واحنا عملنا اللي احنا كنا مستهدفينه عشان الخطورة على امننا وانتو بقى ما تزودوش الحكاية وتحولوها الحرب حجم الدمار الحقيقي الحادث في اوكرانيا حتى الان ايه لا انا يعني بسمعك بصعوبة ما سمعتش غير هل تسمعني حضرتك ممكن تغير مكانك لمكان في شبكة احسن لا لسه بيقطع برضو انا كنت بسأل حديتك عن حجم الدمار الحقيقي والخسائر البشرية حتى الان في اوكرانيا ايه اه يالو ايه استاذ طارق لا الصوت بيروح بعتذر لحضرتك واتمنى مع شكري للأستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية انه يكون الامور يعني لم تتسع بخسارات كبيرة مبارح جلسة الامم المتحدة استمرت بعد ما احنا خلصنا البرنامج بمدة طويلة وكان فيها كلام عن مدنيين وكان فيها رفعوا ايديكم عن المدنيين مندو بروسيا يقول المدني اللي عايز يغادر يغادر من غير مشاكل احنا بنجيش جنب المدنيين طبعا تعارفين انه اثناء الحروب تختفي الحقيقة كل طرف بيقول الحقيقة اللي عايز الناس تسبح